بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج من الأسرار العجيبة لسورة الأعلى روية عن الشيخ الطبرسي في كتابه القيم مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن أبي حميصة عن علي عليه السلام قال صليت خلفه عشرين ليلة فليس يقرأ إلا سبح اسم ربك الأعلى ثم قال الإمام عليه عليه السلام لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة هذا ما ورد في كتاب مجمع البيان في الجزء الخامس صفحة 473 ويقول آية الله السيد أحمد الكربلائي عند قراءتها ستشعر بهدوء عجيب وتنوير الفكر أي أن الإنسان الذي يكون منفعلا أو هو سريع الانفعال والغضب وكذلك الشخص الذي دائما تشتبه عليه الأمور ولا يستطيع أن يتخذ قرارا واضحا ما عليه إلا أن يقرأ سورة الأعلى وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل على قلبه الهدوء والسكينة يبعد عنه الغضب والانفعال وينور فكرة للصواب دائما كذلك في قراءتها زيادة في الثقة والعزيمة الداخلية لديك أي أن الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يتخذوا مواقف نتيجة أن لديهم شخصية ضعيفة مهزوزة نتيجة التربية أو البيئة أو الذين يخشون من المجتمع يخافون من ردات المجتمع إلى غير ذلك ما عليه إلا أن يقرأ سورة الأعلى فيزداد ثقة بنفسه عزيمة في قلبه وهناك فائدة خاصة بهذا العمل يكس الإنسان بهالة حب وتفاؤل ونورانية يحس بها كل من حوله ويختبر داخل نفسه شعورا فريدا لم يعهده من قبل أي أن هذا الشخص الذي يقرأ سورة الأعلى سوف يكون دائما وأبدا لديه طاقة إيجابية تفاؤلية حصن ظن بالله عز وجل إيمان عالي بالله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه وكذلك تفاؤلية عندما يصلي يقرأ القرآن يدعو دعاء يزور أهل البيت عليه ومسلام لا يخرج من ذلك كله إلا بطاقة إيجابية بحسن استجابة دعائه ثم قال إن هذه الخاصية الفريدة الأخرى أن تشعر بجدتك بجديتك عفوا وكأنك خلقت للتو أي بمعنى بأنه تكون كمن ولد الآن الله سبحانه وتعالى يغفر لك جميع ذنوبك تكون صحيفتك بيضاء نقية لا ذنب فيها هذا كل من بركات سورة الأعلى فالأشخاص سوى من الرجال والنساء الشباب والشابات الذين يعانون من هذه القضايا فهذه أسرار عجيبة في سورة الأعلى لقضاء حوائجه وكذلك للاتزان النفسي والمادي برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام